ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعدا والذي يخرج المرعى فاجعله غذاء نحوى فنفرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للنسرى فذكر إن بعد الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلنا والكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ونكر اسم ربه فصلى فلتوسروا للحياة الدنيا والآخر المخير وأبقى إلا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم هيتاك حديث راشيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريعي لا يسمد ولا يغني من جموع كذوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة العالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفعة وأكواب مهضوعا ونمارق مذكوقة وسرابك مبسوطا أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف مفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فنكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمخيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم وإلى الله العظيم شكرا